نبتدي بقصة جمعية أطفال مطمئنة والأسباب لدفعتك لنشأة هذه الجمعية الجمعية اتنشأت في 2020 تحت مظلة القانون تحت مظلة وزارة تضامن الاجتماعي أنا الفكرة بدأت معايا بعد خطاب القائد عفتاح السيسي في مؤتمر الشباب عن ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك الأسرة المصرية وزيادة أعداد أطفال الانفصال وقد إيه ده بيأثر على الحالة النفسية للطفل وبيأثر على النمو النفسي والنمو البدني للأطفال اللي هم هيبقوا قادة مصر في الفترة والعوام القادمة إن شاء الله فكان الفكرة جات لي من هنا أن أنا أنشئ جمعية جمعية ثقافية ومعايا الأعضاء كلهم متطوعين من جميع التخصصات هدف جمعية أطفال مطمئنة ضمان نمو نفسي وبدني صحيح للطفل وخاصة أطفال الانفصال ثانيا المحافظة على ترابط الأسري وترابط الأسرة المصرية ونشر روح الود والمحبة والثقافة النفسية في العالم أجمع وفي بلدنا الحبيبة مصر خاصة من هنا نشأت فكرة الجمعية وأنشأنا جمعية أطفال مطمئنة بعد ما أنشأت الجمعية حضرتك ابتديت أدور على إيه التأثير النفسي للطلاق والانفصال على الطفل وعلى الأسرة فجبت أبحاث لقيت كل الأبحاث الموجودة أبحاث كلها للأسف مش من مصر اللي منشورة وموسقة عالميا كلها من أمريكا ومن إنجلترا فلا تمس البيئة المصرية ولا تمس الأسرة المصرية لأن المجتمعات دي بتهتم جدا بالشق النفسي لا بس يعني بيهتموا آه بس يعني التقاليد والبيئة مختلفة والعادات مختلفة فالله هيتطبق في أمريكا صعب أن يتطبق فروق المجتمعات والظروف صحيح فروق المجتمعات والظروف صحيح عشان كده نشأت الفكرة أن أحنا أو أن أنا أعمل أول بحث مصري على قانون الأحوال الشخصية المصري وتأثيره على جميع أفراد الأسرة يعني أول بحث ده لسه بدأ من 2020 فقط أول بحث موثق دوليا فيها بحث بتبقى تقدم في الماجستير والدكتوراه هنا في مصر أول بحث موثق دوليا مصري عن حالة الطفل قانون الأحوال الشخصية بيمس البيئة المصرية وبيمس الأسرة المصرية وبيمس الطفل المصر بيمس بنود القانون سن الحضانة ترتيب الحضانة ومعايير الحضانة ووسقته بقى إزاي دوليا حضرتك اتنشر حضرتك بعته للنشر واثنشر في ديسمبر 2019 في مجلة الطب النفس والاضطرابات النفسية الأمريكية ودي أحد المجلات العالمية اللي تحت مظلت بأساسة تاينز الصحفية العالمية ودي اللي اعتمدت البحث بتاع حضرتك؟ دي اللي اعتمدته بعد شهر من الدراسة وبعد شهر من المراجعة معايا اعتمدت البحث وأصبح الآن بحث موثق عالميا ومرجع لكيفية تعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة والطفل والرجل ترجمة نانسي قنقر